ببرنامج دردش مباشر مستمرية الى ان نالك الله سبحانه وتعالى من اجل دفاعا من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام فضل معي وياك وياك احسين من العراق حياك الله حسين من العراق فضل يا حسين شيعي ولا سني اخياني شيعي فضل يا حسين سأل ام محاور اخويا السؤال اريد منك وريدي جواب منك بلاء سؤال في الاصول هتسمع السؤال ان شاء الله تسأل سؤالك وهنقف العيق الخطة وتسمع الاجابة في البسل لا لا في رواية رواية لا السؤال في الاصول يا فندم تمام ايه هو رواية يعني في الاصول يا فندم الواية تحدث عن صلاة عن زكاة عن حجة عن صوم عن قرآن عن خلافة عن مهدي عن تبقيل خلافة ابي بكر فضل يا فندم في بيعة الغدير اذا انت في البي هون في كتبكم الصحيحة وهذا شي صحيح سؤال حضرتك سؤال حضرتك بس عشان ما نطولش سؤال حضرتك ليش ابو بكر ما غسل النبي واخذ الخليفة مع العلم انه الرسول قال انه علي بنبي طالب هو الخليفة من البعدي اللي لا نبيه بعده اين اقلال حضرتك بس اين علمت ان ابي بكر يعني لم يحضر غسل النبي ولم يحضر جنازة النبي من اين علمت هذا حضرتك انطيني دليل ما اقو ما اقو اي دليل ان ابو بكر موجود في غسل النبي معلش حضرتك حضرتك المدعي الآن منتاز فوجب على الان في الغسل كان موجود اقرب النبي صلى الله عليه وسلم ا معاك التفج على هذا ولكن في جنازة النبي في نص ببو بكر خليفة uh استاذنا الفاضل في ی في قبل ان يدفن النبي صلى الله عليه وسلم انت واهم يا استاذ الفاضل واهم عارف يعني ايه واهم اخي اخي مو مشكلة اسمع لاجابة exclusion البعاش اسمع للاجابةidian البعاش اسمع الإجابة في البس المباشر أولا لم يرد نص بأن النبي قال أن علي بن أبي طالب والخليفة من بعد لم يرد نص في ذلك دعاء الشيعة أن يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الصقيفة وأخذوا البيع لا 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 هو مش الموضوع مش كده خالص ده كان أبي بكر وعمر واقفين عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشيعة لا تملك سيرا للنبي لا تعرف شيء عن حياة النبي ولا عن وفاة النبي ودائما في الجسلة عند المسلمين يكون الأولى بتخسين هو الأقرب من أهله تمام فإذا كان له أبناء غثلو أو أعمام أو أقارب هم دول المتولوا دائما بتخسين الميت وهذا معلوم في شريعة الإسلام إذا لم يجد فيكون الأقرب في الأقرب فهكذا يعني فأبو بكر دخل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له طب تحيا وميتا يا رسول الله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وخرج للمسلمين وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت واقف بكا هو عمر بن القطاب على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وسل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وقت في تغسيره صلى الله عليه وسلم لأن علي كان لا يعلم له ولا الصحاب هل يغسل النبي بسيابه أم لا ثم بعد ذلك هل يدفن النبي في مكانه أم لا كلها أمور أخرت في لفن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك الحجبة أو تلك الفترة لم يتوقف المسلمين عن صلاة يعني كانت تقوم الصلاوات الخمسة قبل أن يدفن النبي فبلغ عمر أن المهاجرين مجتمعين لاختيار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو بقر وعمر وأبو عبيدة إلى هؤلاء النفر ففهمهم أن الخلافة لا تكون إلا في كراج تمام وأراد أبي بقر أن يتولى عبيدة الحك ولكن قام الناس وقال عمر لا بل نبيعك أنت وأنت الخليفة وهذه اسمها البيع الخاصة ورجع بعد كده دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دفن النبي أقيمة البيع العامة لأبي بكر الصديقة في المسجد وبايع فيها علي وبايع فيها الصحابة وهناك حديث أن علي تأخر ستة شهور عن هذا الأمر لا إشكال لدينا وتأخر عشر سنين ولكن في النهاية أنه هو بايع لم يكن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي الخليفة من بعد وإلا كان الصحابة أقروا بايعات عليه فقد أقروا فيما هو أبسط من ذلك الصحابة أقروا حزيفة بن اليمن إنه كاتم أسرار النبي ولم يعترضوا على هذا الفعل فإذن الصحابة أقروا بأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وجزء الوفود وهذه الأمور فعلوها النبي أخرجوا جيش أسامة أخرجوا جيش أسامة يعني أستاذنا حضرتك الصحابة ما ترقوا أمرا للنبي ولا للدين الإسلامي إلا وفعله الأقل شأن من الخلافة يعني ممكن عند المسلمين أو عند هؤلاء اللي أنت بتدعوه إن هم كانوا منفقين لماذا أصلا نشروا الدين أساسا وهم أصلا ناقمين على هذا الإسلام لماذا قاتلوا ومانع الزكاة وهم أصلا ناقمين على هذا الإسلام لماذا نشروا فتحوا الفتحات وعلموا أجدادكم في العراق وفي إيران وفي الهند وفي السند لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتقاد حضرتك قائم على دليل باطل أساسا قائم على دليل باطل دليل ألوله إن لو حضرتك ركزت حبتين هتعرف إن الحقيقة غير كده خالص تمام